تتواصل فعاليات برنامج جافاليو التدريبية على مدر ثلاثة أيام وذلك بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمبادرة الرئاسية حياة كريمة يهدف البرنامج إلى تدريب طلاب من مختلف الجامعات على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية بالإضافة إلى تصليص الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في القطاعات والمجالات المختلفة استمراراً للاستثمار في العنصر البشري المصري أخاصة الشباب تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب تقديم فعاليات البرنامج التدريبي فاليو بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتدريب طلاب المدارس والجامعات كان لقاءنا مع الطلبة عن إزاي أن يسوق نفسه في سوء العمل بس بالمعنى الحقيقي يعني كنا محتاجين طبعاً حضاك عارف أن دي مرحلة تانية من حياة كريمة أن إحنا زي ما عملنا حياة كريمة في القرى والمدن عايزين نخلق حياة كريمة للشباب نخليه يقدر يبص على نفسه كويس يعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه ويشتغل عليه لأن دي الحاجة الحقيقة الوحيدة اللي هتخليه يقدر في المجتمع يوفر النفسه فرصة حقيقة ينجح فيها يعني يستهدف البرنامج رفع الوعي والتعريف بالمشروع القومي لتطوير كرة الريف المصري حياة كريمة وبكافة المشروعات التي تقدمها المؤسسة ومدى استفادة المواطنين منها تعد الأكاديمية الوطنية لتدريب محفزاً فكرياً وجاءت رساتها لتقليص الفجوة القائمة في أسواق العمل المحليات والدولية في المهارات القيادية ولخلق جيل من الشباب لديه القدرة على مواجهة التحديات الأقليمية والدولية أحمد الحسيني التلفزيون المصري